خبر الأخبار تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس تحرير إنفو جراد من جماعة متشددة النمسا تقول لنا اي عن الخبر لان انت بطل يعني احنا دايما أبطال طبعا بالبداية بهذا الخبر المؤسف بصراحة والطريقة اللي مع الأسف الشديد يعني فصلت بوجه تحية فابدأ فيها لحضرتك صراحة تازم مضوح لكل شخص موجود بإنفو جراد لعاملين المتطوعين واللي فعليا يعني عما يبذلوا من وقتهم عما يبذلوا من أمنهم فعليا حتى يساهموا بنقل الكلمة ونقل صوت كل شخص موجود بالنمسا ومحاولة إيصال المعلومة لأله طبعا بوجه له التحية صراحة بداية الأشخاص الموجودين هلأ إن كان على الإخراج وبالكنترول وبأي مكان موجودين وبأي شخص عم يشتغل معنا إن كان بالستيديو أو إن كان من خلال الأونلاين بوجه له تحية مع الأسف الشديد الخبر حقيقي والموضوع خطير للغاية الشخص صراحة اللي علق بهذا التعليق كان هو فعليا على لقاء عما يصير كان لقاء عافوي بي صراحة الصديق ناصر الحقيق كان بالصدفة بزيارة لألي واللي حابب أعمل معك لقاء فيه ناس عنده بعض التساؤلات حابب أسألك يا قلت له يا سيدي تفضل تفضل طبعا هذه المفردات لا يستخدمها المتطرفون إن كان من الجماعات الشيعية أو الجماعات الداعشية التي تدعمهما إيران يعني بشكل أو بآخر إضافة لتركيا أحيانا طبعا هم هؤلاء عبارة عن تحالف وحلف دولي مع الأسف عابر للحدود هذا شيء حقيقي طبعا لن أطيل بهذا الأمر ولكن تم إبلاغ المخابرات النمساوية أصولا بهذا التهديد وأيضا وأيضا يعني صراحة إحنا توصلنا قدرنا بشكل أو بآخر بطريقة صراحة نتحفظ عليها توصلنا لإسم وصورة هذا الشخص وتم إبلاغ السلطات طبعا المعلومة اللي بقولها كما هو منشورة في الموقع أنه مقيم في مدينة لينز وهو عراقي عراقي يتبع للميليشيات الشيعية ومقيم في مدينة لينز فبالتالي تم متابعته ولكن نحن نشير إلى أننا نحن في إنفقرات أستاذ ممضوح نحن بإذن الله مستمرون بقول الحقيقة أعجبت من أعجبت ومن لم تعجب لم تعجبه صراحة فبالتالي نحن مستمرين بهذا العمل ولن نتراجع ولن يسنينا أي تهديد على أن نقول الكلمة الحقيقية وننقل المعلومة إن كانت تعجبنا أو إن كانت لا تعجبنا لأن شعارنا أستاذ ممضوح هو لنكتمل بالمعرفة وحتى نكتمل ونكون كاملين والكمال لله سبحانه وتعالى طبعا كل ما عرفت أكثر أنت كل ما كان عندك معلومات أكثر كل ما أنت فعليا كنت تعرف أكثر وما رح يزيد أكثر من ذلك عن المضوء